رفع الدام عن السلع الغذائية أسلوب تلجأ إليه الحكومات لخفض بند الإنفاق في ميزانياتها العامة وسد فجوة العجز لكن اللجوء لهذا الإجراء في بلد تعصف فيه الحروب والأزمات الاقتصادية والمالية ستكون له تداعيات كبيرة على المواطن فللمرة الرابعة في أقل من سبعة أشهر لجأت الحكومة السورية لرفع سعر البنزين 95 أكتان وتسعى لمضاعفة سعر ربطة الخبز وذلك بعد أيام قليلة من رفع سعر مادتي الأرز والسكر بنسبة 100% مما طرح تساؤلات كثيرة حول أسباب هذه الإجراءات والأهداف التي تسعى الحكومة لتحقيقها فبحسب القرار الحكومي سيتم رفع سعر اللتر المازوت ليصبح 500 ليرة سورية بعد أن كان سعر اللتر 180 ليرة ورفع سعر اللتر البنزين 95 أكتان إلى 3000 ليرة كما سيتم رفع سعر ربطة الخبز البالغ وزنها كيلو جراما إلى 200 ليرة بعد أن كان سعرها 100 ليرة هذه الأسباب عزتها العديد من المصادر المقربة من الحكومة إلى رفع سعر القمح بسبب الجفاف الذي ضرب الأراضي السورية هذا العام إلى جانب الحصار المفروض على الحكومة ونقص الموارد النفطية في حين يعزوها آخرون إلى خطة حكومية تسعى من خلالها إلى البدء برفع الدعم تدريجيا عن العديد من السلع لكبح جماح العجز من المزانية العامة اختلاف الأسباب بوجهة النظر لا يمنع اتفاق جميع الأطراف على أن المواطن سيتأثر سلبا بهذه القرارات وسيتسبب باستنزاف جيوبهم التي تعاني نقص السيولة ولهذا أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسوما يقضي بزيادة أجور العاملين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين بنسبة 50% بالإضافة إلى رفع الحد الأدنى العام للأجور ليصبح 22 دولارا شهريا لكن ذلك لا يمنع من ارتفاع وطيرة الفقر في سوريا التي طالت 94% من العائلات السورية بحسب بعض المؤسسات البحثية التي أكدت أن أموال المغتربين والجمعيات الخيرية والمنظمات الدولية كانت الملاذة الأخير لهذه العائلة ترجمة نانسي قنقر